وتمام كده السلام عليكم زيكم عامليني والفيديو بتاع النهاردة بنعمله كل فترة كل فترة كده بعد حدوث حاجة اسمها استقرار الفئة السعرية كل فترة كده بنلاقي ان عدى 3-4 شهور مفيش موبايلات جديدة نزلت او الموبايلات اللي هي المميزة ما زالت موجودة مفيش حاجة مميزة جديدة نزلت فبنقدر سيئتها نحكم بقى بعد الاستخدام المطول ايه افضل موبايل ممكن تشريه في الفئة السعرية دي والفئة السعرية اللي معنا النهاردة هي فئة الـ 4000 جنيه من فترة كده كنت اعملت الفيديو ده واتكلمت عن الموبايل المميز هو اي نعم كان موبايل قديم كان البوكو فون F1 ولكن كان بيقدم تجربة مميزة ولكن دلوقتي في موبايلات جديدة مميزة نزلت والبوكو فون خلاص ما بقاش متوفر فاحنا دلوقتي هنتكلم عن الموبايل المميز او البطل بتاع فيديو النهاردة المهم يا سيدي قبل نبدأ الفيديو احبب اعربكم ان في نهاية الفيديو فيه سحب من الكم سحب اللي فضل لنا خلاص هو السحب ده واخر سحب بتاع 250 الف برضو خلال اسبوع ده زي ما اتفقنا والسحب بتاع نهاردة هو هو السحب بتاع الواوي ووتشفيت من فترة عملنا جيفاوي على الواوي ووتشفيت كان سؤال كده على فيسبوك وللأسف الجيفاوي اتأخرت بسبب ان انا طالب الساعة اونلاين بقال شوية او الووتشفيت بتاعت او السحب بتاعها يتأخر ولكن كميلوا فيديو الاخر عشا تتعرفوا من اللي يكسب وطبعا قبل ما قدر الفيديو تنزل بتاع تلك الفيديو كده تعمل لاك الجميل وتعمل سبسكراب وتفعل تزار الجرس عشي وصلك اشعار بكل فيديو جديد اللي نتزلو ويلا بينا هنتكلم عن وحش فئة الاربع تلاف جنيه اللي يستحقها عن جدارة ومن غير كلام طبعا هو البوكو اكسسري انفسي الموبايل ده يعني بعد ما جربته اكتر في اكتر هو قد موبايل فيه شوية ملاحظات وحاجات كده نقف عندها يتعتبر تضحيات او عيوب من نظر بعض المستخدمين ولكن الموبايل الصراحة بيقدم لك توليفة هي التوليفة الاقوى لحد 5000 جنيه واكتر كمان من 5000 جنيه لو احنا بنتكلم عن مبدأ القيمة مقابل السعر ان انت كل جنيه بتدفعه بتاخد مقابله ميزة او فيتشر او ميزة هاردوير قوية فبنسبة الموبايل ده بيقدم لك الحاجات اللي اي موبايل انت بتتخيله او رائحة اشتري موبايل بتبقى عايزة اول حاجة بقدم لك افضل معالج موجود في الفئة السعرية بتاعته من اول 4000 جنيه لحد 5000 جنيه وبيقدم لك تجربة مثالية جدا من حس الاداء موبايل ما بيقطعش وما بيهنكش ما بيلكش كل حاجة في محيط تجربة الاداء المتعرف عليها في الفئة المتوسطة يعني هو مش اقوى من الموبايل مثلا ب865 ولا حاجة ولكن بالنسبة لسعره هو بيقدم تجربة ممتازة جدا ومشو معنى الكلام ان هو هيعلق ولا هناك ما بيطرقه الموبايل مفخوش غلطة من حيث الاداء حيث تصفح الاستخدام اليومي ومن حيث الالعاب لو انت جيمر برضو فالموبايل ده يعتبر موجه للجيمرز بشكل قوي اوي فكل لكم السعر ده كانت 732 جي يقدم تجربة ممتازة من حيث الالعاب وبالنسبة للمنافسين اللي يعتبروا منافسين مضحكين في الفئة السعرية دي من حيث الاداء ففيه ارقام غريبة او هتشوفها دي فعل ده كمان ان البوكو اكسسري اصلا سعره نزل فالنسخة ال 128 سعرها دي الوقت في المحلات بيتراوح ما بين 4150-4200 جنيه ودي حاجة مضحكة جدا ان انت كمان هو اصلا كان سعره ضمار بالنسبة للمنافسين تخيل المنافسين زي ما هو ما في نفس السعر وهو بيقدم سعر اقل يعني هو سعره نزل كمان فدي حاجة يعني تخليك لو هو تمام ما فيش مشكلة اش عارف ان الموضوع حرق اسعار شاومي ده بيداية مستخدمين كتير ولكن هدي لك تركاية دي كده وللزمن لو انت شررت موبايل شاومي وليكن بربعة تلاف و 400 جنيه ومعا هدية تمنها 400 جنيه او 500 جنيه اعرف ان خلال شهرين سعر الموبايل هيبتدي ينزل من سعر الهدية يعني الموبايل سعره ينزل 500 جنيه او 400 جنيه على حسب الهدية بتاعة الحاجز النزل مع الموبايل لان بتأكيد هي سعرها تخصم المهم نرجع بقى للنقطة بتاعتنا ليه انا دلوقتي بقولك ان ده احسن موبايل بربعة تلاف جنيه مش عشان هو بيقدم احسن مواصفات بالنسبة لمنافسين ولا كل الكلام ده كل الكلام ده احنا قلناه كتير او في الريفيو ولكن لو بص اطلاق من منظور تاني انت عندك هنا اول حاجة المعالج احنا قلنا معلوش كلام في الفئة السعرية دي لو بصينا مثلا الحاجة زي الكاميرات كاميرات هنا هي هي نفس الكاميرات اللي موجودة في موبايل ب7000 جنيه هو 100T نفس السنسور نفس المعالجة كل الحاجات دي هي هي فاخد نفس الكاميرات نفس تجربة البطارية تقريبا بيديك نفس سعره رائبة جدا أو بيديك نفس سرعة الشحن اللي هي 33 واط ونفس الشحن السرية اللي موجود في العلبة فنقطة كمان نفس برضه مواصفات موجودة ب7000 وال8.000 جنيه برضه من شاومي عندك برضه نفس تجربة السماعات الستيري Tudo برضه الحاجات كده بتاعت الاشتكى والدلع فنفس السماعات الستيريو اللي موجودة في الموبايل ده هي نفس السماعات الستيريو اللي موجودة في موبايل من نفس الشتيركة ب7000 جنيه هو الميت انتي انا هنا مش بقارن الموبايلين ولكن بقول لك ان المي تنتي في سعره مفيش موبايلي نفسه مفيش حاجة احسن منه فتخيل ان الموبايل اقل 3000 جنيه تقريبا وبيديك حاجات قريبة جدا بعيدا عن نقطة المعالج والاداية وبالنسبة للشاشة الشاشة من حيث التجربة العامة مش هتطلع لك فرقة قوي يرحدت ان الشاشة هنا 120 و 144 وان شاشة المي تنتي اكثر سطوعا شوية فالبوكو اكسسري انا شايفه كتوليفة وعلى فكرة حيث اللي انا بتكلم فيه دي فيه حاجات متشابهة انا ما اتكلمت عليه في الريديو بتاع الميت انتي ناس هجبتني بشكل كتير جدا معين انا قلت لو انت مش عايز الاداء مش هيفرق معك الاداء الجبار ده اوي فوفر فلوسك فانت تقريبا كل حاجة هتاخد تجربة متقربة من الميت انتي معادة تجربة الاداء وده اللي انا بتكلم فيه فزي ما قلتلك لو بصناها بحطة العقل والقيمة مقابل السعر البوكو اكسسري موبايل فالتا انا شاف ان هو عمل في السوق شبه اللي عمله البوكو فون اف وان لما نزل دمار الكاسح اللي هو عمله وبرضه مع ارتفاع سقف طموحات المستخدم اللي شاومي كل شوية بترفعه شوية انت كانت طموحاتك مثلا فئة السبعمائة دي كانت 5000 و 6000 جنيه لأ شاومي نزدت هلك لفئة 4000 جنيه وفئة كمان 3500 جنيه من 3000 و 4000 جنيه عندك موبايلوب بسبعمائة وعشرين جي وسبعمائة وثلاثين 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 جي فشاومي بتضرب بس سوق في مقتل يعني انت بتضرب المنافسين كلهم بشكل غريب وعندك كان اقصى طموحاتك في ال 865 كنت ان انت تطلع لعشر تلاف جنيه او اكتر ان عشر تلاف جنيه شاومي ضربت المنافسين لشوية حلوين قدام يعني انت شوية حلوين قدام كده اي منافسة ينزل موبايل بقلب 865 في الفئة الساعة دي فهو اتحرق في فئة 7000 و 8000 جنيه هو بوش قبل ما ينزل موبايل اصلا اتحرق فتجربة متكاملة جدا رو بقي الحاجات اللي ضيقتني او اللي ممكن ما تعجبكش كمستخدم رايح يجرب البوكو اكس اس ريب اول حاجة ما عجبتش المستخدمين ومعجبتنش هنا شخصيا الزنة اللي بتحصل في ضهر الموبايل لما بتشغل اي حاجة ويتعلص صوت شوية يعني قبل ما يوصل الاخر حتى ويكون فيها بيز او فيها حركة يعني اي حاجة بتحاول تستفيد من السمعات الستيريو بتلاقي ان ضهر الموبايل بتاعه يتهز والمشكلة دي موجودة في البوكو اكس اس ري وموجودة في الميت انتي يعني انت ما خدتش المميزات الحلوة بس انت خدت الحلو وخدت الوحش يعني كله موجود يعني ما تبدايقش من حاجة من الحاجات برضو اللي متعتبرش اجمد حاجة في البوكو اكس اس ري هي الكاميرا الامامية في الاضاءة الكويسة وفي الاضاءة الممتازة هتقدمك صور جبارة خمف وشارية جدا ولكن لما تكون الاضاءة بتاعتك قليلة عشان فتحت العادسة هنا صغيرة ففي الاضاءة القليلة الكاميرا الامامية مش هتطلع لك احسن صورة انت تتخيلها فالكاميرا الامامية اعتمد عليها في الاضاءة كويسرس ولكن في الاضاءة القليلة يعني حاول تثبت ايه تك يعني هتضطر ان تتصور الصورة اكتر من مرة بالبلدي فديه النقطة اللي انا حبيت اقولها وبرضو المشكلتين اللي موجودة في الميت انتي عشان بفتحة العدسة الدايئة فدول تقريبا المشكلتين اللي قبلوني كعبد الرحمن ومشكلة الوزن يعني مشكلة الموبايل الوزن هو تقيل ودي برضو موجودة في الموبايل ده في البوكو اكسي سري وموجودة في الميت انتي او سبعة الاف جنيه مش حارمينك من حققه يا سيد فدي كل الحاجات اللي انا لاحظتها حالبوكو اكسي سري الحاجات دي تخليه موبايل مش كويس نهائي الموبايل ده زي ما انا تطلبكم موبايل جبار جدا وانا حاليا بجرب المي تن تي لايت حابه اقوللكو ان البوكو اكسي سري مازال موبايل ممتاز جدا يعني الفرقات اللي خلينا لمراجعة بتاعتين المي تن تي لايت المهم بعد الكلام ده كله ان البوكو اكسس ري من وجهة نظر ياخد جايزة افضل موبايل باربع تلاب جنيه سواء في نهاية 2020 او في الربع الاول من 2021 لحين ظهور منافس جدير بالمنافسة وده اموت لكم افضل اداء افضل تجربة كاميرات او تجربة كاميرات من كاميرات الكويسة بالنسبة للكاميرا الخلفية تجربة بطارية ممتازة وشحن سريع مقابل بطارية علاقة سماعات استيريو وشوية دلع كده كل اللي انت هتضحي به شوية هي جزئية الخامات ان الخامات هنا وده مش تضحية ولا حاجة برضو المنافسين بيجوا من الخامات بولي كربوناي فهه بس كده دي كان كل حاجة فيديو بتاعنا نهرة اتمنى الفيديو كنا عقابكم نروح بقى الاكتر جزئية انتم بسرينينا في الفيديو وهي السحب بتاع الواوي ووتشفت بنسبة الاسم الفايز في بازار قدامكم ان انا وقت مصورت الفيديو ده ما كانش لسه عملت السحب و الف الف مبروك اللي فايز و هارد لك لسن ما كسبتش و كل جيفاوي وانتو طيبين و دايما كده تابعوني على فيسبوك و تابعوني على انستجرام و اكيد على يوتيوب لا تسعونيش لايك نزيم بتاحت الفيديو اعمل لايك و اعمل سبسكرايب و فعل الجرس عشان يزالك اشعار بكل الفيديو جديد اللي احتمالي يبقى فيه جيفاوي و طبعا عندوك اي اسئلة و سبسرقتوا بقى في كومنت تحت الفيديو ده و لو عايزين شوفوا مراجعة الكاملة بتاعت الموبايلات اللي هنتكلم عليها دي كلها هتلاقوها على القناة و انتظروا رفيو المي تين تي لايت بس كان معاك عبد الحميل هواري شوفكوا الفيديو الجاي مع السلامة